إذا قيل لك هل الله عز وجل خلق الشر والضر فقل نعم ومن أنكر ذلك فقد أنكر ركلا من أركان الإيمان الله خالق كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر فالله خلق الخير وخلق الشر لكن لتعلم أن الله عز وجل لا يخلق الشر لذات الشر فليس في خلقه شر محض لا إما أن يخلق الخير لذات الخير وإما أن يخلق الشر لخير باعتبار آخر نزل بك ظر من مرض أو نحو ذلك هو شر بالنسبة إليك ولكنه خير بالنسبة إلى غيرك فيعتبر وقد يكون خيرا لك باعتبار وهو شر لك باعتبار نزل بك المرض هو شر بالنسبة إليك لكنه خير باعتبار آخر بالنسبة إليك من وجه آخر فقد تعود إلى الله عز وجل ولكن ليعلم أن الشر لا ينسب إليه تأدبا وإلا فهو الذي خلق الخير والشر انتبه لكن لا ينسب إليه تأدبا ولذلك في صيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك أيوب قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب مع أن الذي أنزل به النصب هو الله جل وعلا لكن لم ينسبه له جل وعلا تأدبا الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لم يقول أراد الله أشر أريد بمن في الأرض فلا ينسب الشر إلى الله لكنه وخالق كل شيء لكن ربما أن الشر يذكر تصريحا مع الله من باب التحدي ومن باب بيان ضعف المعبودات إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل من ذا الذي يعصمكم من الله صرح هنا إن أراد بكم شوءا أو أراد بكم رحمة هذا من باب التحدي وبيان ضعف المعبودات وبيان ضعف المخلوقات